السلام عليكم كديرين أشباركم صحة لباس نتمنى إلقاكم هاد الفيديو بالخير والربع وبالصحة والعافية واشتركوا بروكة جمعة مباركة قبل ما غد نبدأ هاد الفيديو غنصلي وكاملين على الرسول عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نبدأ هاد الفيديو ربي يشرح صدر دينا كاملين ويجيب لنا اللي فيها الخير يا ربي على حسب التعليقات اللي سيحطوا لي البنات وربي يصوب لهم الأمور ويحنع لهم القلوب ويبعد منهم شر الشياطين الإنس والجن يا ربي كلهم عون ومعين لولدات والبنيات والأمهات اللي عندي في القناة يا ربي لقدام وجداد الحمد لله الحمد لله والشكر لله تنتمنى اللي يدخل عندي من القديم وجديد تنتمنى لهم حد سعيد يا ربي وتنتمنى أنهم يكونوا بخير ولا خير أول حاجة الناس اللي عندهم أسحار الناس اللي عندهم أسحار ربي يخفف ما نازل هاد الوصفة صالحة تقدري تديريها لولدك ولو ما يكونش حاضر تقدري تديريها بإذن الله الواحد القهار هي غادي نديرها ليلة السبت ناخدوا واحد كمية ديال الحلبة غادي نذكر لكم الأسحار اللي صالحة لهم هاد الوصفة هاد الوصفة صالحة للأسحار الناس اللي عندهم السحر آآ السفلي آآ السحر العلوي السحر الأسود السحر المقابر السحر لبني على البغضاء السحر اللي تديروه للتفريق هاد الحلبة الصالحة بإذن الله الواحد القهار ولكن تبعوا الوصفة إلى الأخير باش تفهموا إن شاء الله غادي ناخد واحد ربعات المعالق ديال الحلبة آآ ربعات المعالق يكونوا صغار ماشي كبار وغادي إن شاء الله بغيت نشرب منها أو بغيت نغتسل منها أو بغيت ندوزها نمررها على الجسد ديالي ولكن من الأحسن نحاول ونغتسلوا بها ولكن المرأة اللي ولدها بعيد ولا بنتها بعيدة غتحاول أن أعطيها كباش تدير إن شاء الله آآ البنت اللي حطت لي عندي سحر الأسود وكان واحد البنت عندها مشكل آآ عندها آآ ما تتخرج من المنزل تتبقى في المنزل عندها آآ توقف الحال ما ستبغيش تخرج من المنزل تتبقى تعطيها للأكل وتتحاول أنها تبقى في المنزل هذا نوع من إحباط نوع من آآ توقف الحال توقف الحال من السحر آآ الإنسان اللي مشي عادي تبغي خرج من المنزل وما تقدرش تكونوا كتافوا باردين عليه أو في النعاس أو تيدرورش ليه أو أنه تبقى في تقول لاش غادي نخرج بحال إنسان شادو مكبلينو آآ ما يخرش من المنزل هادك تيكون توقيف الحال ما يخليه يدير تحال هادك تيكون سحر وتيقول لي عندو أعراض جانبية من المس اللي عندو في الجسد دياله وتيربطو لي الأحوال آآ في هاد الحالة غادي إن شاء الله نحيدو الأسحار عادا نحيدو آآ نحيدو هادك المشكل ديال تعطيل الأحوال إذن إنسان اللي تيكون في هاد الحالة تيكون عندو سحر عادي جدا يقدر يكون مخطيه يقدر يكون دارو لي شحد يقدر يكون أنه تصاب لم يعرف لأنه تي ندخلو القنوات ديال السحر وتي قدرو يدخلو شي موقع اللي تي أطر عليهم وتقدر تتحرسها براسها نحاولون بعدو من طلاصي الحاجة اللي مفهوماش الحاجة اللي هادك ما ندخلش لها إذن ولا بغيت ندخل نحصن راسي بآآ آآ الكرسي وعادا نبدأ إذا بغيت نحاول نطالع كل شي عندو علم الفضول ولكن الحاجة اللي تتكون غيبة علينا أو ما سنعرفوش لها ما ندخلوش لها إحنا سنحطو وصفات رحمانية وقرآن كريم القرآن بالعكس يزيدك إضافة ويزيدك نور على نور العشوب ما فيهم تشي أدية إذن كل شي الأمور واضحة إذن حبابي في الله غادي ناخد آآ واحد كمية دي الحلبة ربعات المعالق صغار وغادي ناخد آآ تكون آآ جبانية هكا اللي غادي نرقد فيها الحلبة وغادي إن شاء الله نقرع لها واحد القراءة اللي غادي تبطلية السحر آآ أول حاجة أن أخد هاد الحلبة غادي نرقدها في الماء غادي ندير أنا ربعات المعالق صغار أنا نديرت ربعات القبسات غادي إن شاء الله نقرب هالفم ديالي هادي للسحر وللتعطي الأحوال واللي الناس اللي عندهم مشاكل في البطن ديالهم نحاولوا الناس اللي عندهم السحر المأكول نحاول نرقدها ونقرع لها القراءة ونشرب منها صباحا على الريق الناس اللي عندها الولد ديالها بعيد منها وبغاد تبطل أنها ترقدها وتحط الصورة دياله وتخليها مدة أسبوع وبعد ما غا تقرع لها وهذا كلمة هذا كلمة غا تبخص صورة دياله حتى تنشف وتحيد الصورة وتحيد ذلك إلا بقى شيء ماء أو الحلبة تلوحها تحت شجرة آآ تكون شجرة زيانة وغادي تحاول مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر دياله حتى يبطل له السحر أما الناس اللي غادي يكونوا يبغيوا ديروا هاد الوصفة غادي يخدوا آآ غادي يتخذي جبانية أو آآ وعاء بحالك وغادي إن شاء الله نقربوا إلى الفم ديالي وغادي نقرع ليه صورة الملك مرة وحيدة صورة الملك مرة وحيدة وغادي نقرع لا يفلح الساحر من حيث أتى ولا يفلح الساحر من حيث أتى مرة غادي نحاول هاد الماء نضيف عليه ماء ساخن ولكن بعد ما رقدتها ليلة كاملة غادي نرقدها ليلة كاملة ويتكون الحلبة نقية منقية وغادي نرقدها ليلة كاملة صباح غادي نعوم بها يوم السبت نرقدها آآ رقدها ليلة كاملة هي نهار الجمعة بالليل نهار الجمعة بالليل وهي يصبح السبت ليلة السبت وغادي الصباح ربح غادي نعوم بها مع الظهر مع الظهر إن شاء الله سنعود الكلام باش تفهموني آآ غادي نشرب منها غادي هاد آآ غادي ندير وعاء كبيرة أنا أعطيتكم أعطيتكم آآ باش تفهموني لأن التصوير أنتوا ما بغيتوا تديروا وعاء كبير ديروه ونحاول نشرب منه ونضيف ليه الماء الساخن ونحاول أنني نعوم في وعاء نسبحه ونعوم نعوم في وعاء كبير ونحاول أن نخوي عليه ذلك الماء من رأسي حتى القدمي ونلبس بلا ما ننشف بلا ما ننشف الجسد ديالي والشعر ديالي ننشفه ولكن الجسد ما ننشفوش للبس الملابس ديالي هتقولي لي الحلبة فيها الريحة هتحاولي الغد ليه تعومي عادي ولكن تبقى ليلة كاملة في الجسد ديالك نديرها مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع حتى نحسب الراحة والسكينة الناس اللي عندهم سحر يحاولوا يرقدوها ويشربوا الماء ديالها اللي مقري عليه ولا يفلحوا الساحر من حيث أتى وصورة الملك مرة واحدة الناس اللي عندهم أسحار يحاول يديرها أما البنتي لما بغاش تعوم أو ما بغاش تدير قعد المسائل تحط صورة ديالها هنا يا مع الحلبة وترقدها ليلة كاملة والصباح تبخى تبخى تبخ الصورة مع الحلبة بغا تشرب منها تشرب بغا تبخى مع صورة تبخى بغا تسبح بها تسبح أنت حرة ولكن أحسن طريقة هي أنك تعومي بها تنديروا هذه القادية من تتبخى الحلبة مع الصورة تكون إنسان بعيد أنني شرحت لكم كل شي باش أنكم تفهموني نرقدها ونخليها ليلة كاملة نغطيها من الطاقة السلبية على حسب أنها باش ما تضطرش بالطاقة السلبية الصباح نشرب منها ثلاث جغمات ونعلى الريق ونحاول نضيف لها ماء ساخن ونتسبح بها في وعاء كبير وهذاك الماء أسقي به شجرة متمرة الشجرة تكون مزيانة ولأنك يبطلتي الأسحار ديالك ولكن مرة في الأسبوع حتى ربي ينزل شفا ونداوم على ولا يفلح الساحر من حيث أتى وصورة الملك من بعد من ممشي النام نقرأها في الليل مرة واحدة إذن حبابي في الله لعل لو عسى نكون وضحت لكم الأمر حاولوا تديرها بإذن الله الواحد القهار لأنها وصفة رائعة تبطل الأسحار وتحيد لك قاع الموانع إذن جاوبت على بزاف الناس حطوا تعليقات على حسب الأسحار وانتو مغديرها وربي غدي يجيب لي فيها الخير إن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابونوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة